غزة الحرب والطبيعة منذ أيام وإلى الآن في أمطار غزيرة في غزة في الجزائر في المغرب في تقلبات مناخية كبيرة جدا إنما الوضع في غزة مأساوي مأساوي لأن الحرب الحقيرة اللي شنها الجيش الإسرائيلي على أهالينا في غزة ومات أكتر من ألف من الشهداء إنما كمان البيوت تهدمت فالبيوت في غزة تهدمت وقعت معظمها أي للسقوط أو سقط بالفعل في أكتيني حوالي نصف فلسطيني بقوا نازحين بلا مأوى بلا منزل منذ الحرب اللعينة الصهيونية الأخيرة إنما الناس إلى الحرب أضرتهم كل هذا الدرر واللي بقوا بلا منازل وبيوتهم مهدمة جاءت الطبيعة أيضا بحرب جديدة فيضان في كل مكان فتخيل نصف مليون إنسان في فلسطين بلا منزل أو منزل مهدم كمان يواجه الفيضان ويواجه الأمطار غزيرة وغرق غزة في مدنها وفي قرها لازم طبعا نقف بقوة مع غزة في هذه المدنة ترجمة نانسي قنقر